اشتركوا في القناة الشراسة المزهلة في خلق واختلاق شائعات شائعات من شأنها انها تعمل عملية تزييف وعي شائعات من شأنها انها تبوز لك اقتصادك شائعات من شأنها انها تضرك بشكل مباشر في جيبك بشكل مباشر بالمعنى الحرفي بشكل مباشر فتجد ان انت في عندك كم شائعات اطلقت من سنة 2014 لحد السنة دي عشرين اتنين وعشرين تمن سنوات من الشائعات هل الشائعات قلت لا اظن يعني يشكر المركز الاعلامي المجلس الوزراء والله عملولنا تلاتة يعني الدراسة كده انفو جراف تلاتة سلايدز تفصيل يعني متأيفين على مش متأيفين حتى دول اتفصلوا على ما اسنحنا فاولا اشكرهم جدا على جهدهم الرائع والوافر لبرنامج التاسعة طيب المفترض بقى هنا نحاول نفهم هي الشائعات دي هل لها موسم ولا ملهاش هل بتزيد في اوقات وبتقل في اوقات هل في بعض الهيئات او الجهات او الوزرات المعنية بيتم استهدافها اكتر من باقتها كل ده لسه هنفهمه بس خلونا طبعا كمجرة العادة ليدس فاست خلونا الاول نرحب جدا بضفطنا العزيزة دكتور دينا فاروق استاد الاعلام ورئيس قسم الاعلام باداب عن شمس اهلا 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 دكتور اهلا بحضرتك منورنا مش سي على دعوتك الكريم دايما نتواصل على واتساب او تليفونات لكن ملتقناش غير النهار ده اهلا بحضرتك كنا منتظرين حضرتك في المهرجان الانتاج لقسم الاعلام انا خسران وانتو كسبانين لان انا فوضوي جدا دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي منورنا دكتور اهلا بسأله ازاي الحال كله ماشي وبعد الفصل هبقى سألك على حاجات اللي انا مش هتكلم فيها وانا في الحالة اهلا بسأله هنا هبدأ الاول بمسألة يا دكتور انه الشائعات من 14 لحد 22 واضح جدا قدامي مثلا في التقرير اللي عمله مركز الاعلام مجلس الوزراء انها في حالة تزايد يعني وتصدي المركز لما بيزيد ده معناها انه الكم عمال بيزيد اولا الشائعات لماذا تطلق طيب اولا الشائعات هي من ظاهرة جديدة ظاهرة قديمة موجودة من زمان وستزال يمكن زمان كانت بتنتقل بشكل اتصال شخصي بشكل شفهي وبعدها من خلال الصحافة الصفراء ولكن القارئ يقدر بالوقت يكتشف الصحيفة دي ليها مصدقية ولا لا يصق فيها ولا لا بالوقت بيكتشف انها بتجذب او بتقدم له اخبار غير حقيقية فهيبتعد عنها مع الاعلام الجديد والاعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اللي بتشارك الصور والفيديو مع وجود كل هذه الاشكال والمستحدثات التكنولوجية والتليفون المحمول وتطبيقاته ظهرت اشعاعات بشكل مختلف تمام اولا هي بتظهر ليه وليه بهذه الاشكال الجديدة اكيد طبعا لانه عندنا اعداء للوطن عندنا اعداء ممكن لشخصيات ممكن يبقى فيه تنافس قوي جدا بين الشركات فاهدفها طبعا هي الاضرار بالوطن تشويه السمعة تقليل من الانجازات المهمة اللي موجودة على ارض الواقع تنافس بين شركات بيحاولوا ان هو يشويه السمعة او يجذبوا جمهور اكبر ليهم او ياخدوا يعني المستهلكين تبقى ليهم لمنتجاتهم هي الشخصية وهكذا فالاهداف دايما طبعا اهداف بتكون تدور تدور بقى جهة تدور مؤسسة تدور وطن تدور شخصيات وغيرها وغيرها من الاسباب طيب هنا هرجع لدكتور فرج على شائعاتين اقتصاديتين واحدة ماكرو واحدة مايكرو لو صح الكلام يعني نعم الماكرو بتاعتنا عليش هلبس المنظارة علشان السن عامل عميله نا عليش اه تراجع اعداد السفن المرة بقناة السويس تأثرا بالاحداث السياسية الدولية نعم في الاخر خاصة وطلع كذب يعني الحمد لله الاعداد بتزيد العائد زائد معدل الحمولات الاجمالية زائد الحمولات الصفية برضو زائد نعم طيب حاجة تانية هوصفها بانها مايكرو لانها متعلقة بجيب المواطن كانت تحديدا برنامج تكافل وكرامة قالك صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 21-22 بعد كده طبعا احنا اصلا زودنا بظل التكافل وكرامة شائعتين واحدة على نطاق عائدات الدولة واحدة تانية على نطاق معاشات تصرف لأهلين المستفدين منها هو عايز من دي وعايز من دي خلالي نقول انه الهدف واحد الهدف هو زعزعة الثقة اللي ما بين المواطن وما بين الدولة اللي ما بين المواطن وما بين الاقتصاد بتاع الدولة يعني وبيستهدفها ويمكن نمطيتها انها ليه يتناول المتغيرين بول بالتحديد وليه في التوقيت ده بالتحديد فهو بيستهدف بشكل مباشر الحالة العامة اللي موجودة في العالم كله وبيحاول ان هو يقودها ويفصلها انجاز التعبير ويبسها في قطاع كبير من المجتمع بهدف زعزعة الاقتصاد وده ليه اتجاهين يعني احنا بنتكلم على قناة السويس هي احد الروافد الاساسية للعملة الصعبة اللي بتعتمد عليها البلد ودي مورد حيوي جدا للبلد وكله معروف انه من المؤكد انه اي هزة في الاراضات هتأثر على الاحتياط النقد الاجنبي وبالتالي هتأثر على سعر الصرف هتأثر على عدد كبير جدا من المؤشرات الكلية وبالتالي لما بيتناول هذه الشائعة بالشكل ده وفي نفس التوقيت بيتناول الناحية التانية انه يا مواطن جيبك هيتأثر لانه البرنامج تكافل وكرامة او عدد من البرامج الحماية او الرعاية الاجتماعية هتتأثر فهنا بيصير نوع من يعني عدم الطمأنينة والقلق والفزع ويبدأ بقى يتولد عند المواطنين او بعض المواطنين انجاز التعبير لانه في قطاع كبير جدا بيتحقق من المعلومة وبيتتبع المصادر الاسمية وبيتابع وبيشوف فبيتلاقي انه الجو العام كله ممكن يشحن نتيجة ليه عدد من الشائعات اللي بتستهدف بشكل كبير التوقيت وبتستهدف النمطية هو برضو شغال من ناحية التانية مش اي مؤشرات بيتناولها ومش في اي وقت وبالتالي بيستهدف هو عارف يعمل ايه لانه هو عدو يعني هو في الاول وفي الاخير هو عدو بيترصد وبينتظر اي فرصة ان كانت موجودة ده ان كانت موجودة في انه هو يسير القلق وينشر الفوضى وده يمكن بيميل اكتر للاقتصاد السلوكي الناحية التانية بقى هنعكس بقى على سلوك الايه المواطن يشوف اداء وعمل ازاي لو هو احد يعني احد اهلي او اولاده برا وبيحولوله عاملة يبدأ بقى انعكس على ايه هل هو هنا هيتطر انه هو هيتعمل ازاي فيبدأ انه يأثر مرة تانية على الهدف بتاعه فاختيار المتغيرات بالتحديد الكلية وبجانب كده يختار عدد من المؤشرات والمتغيرات الجزئية المتعلقة بدخول الافراد او نمطية المعيشة او الاسعار او الاخره من المؤشرات انجاز التعبيره كانت جزئية وهو في الاخير يؤثر على نمطية المواطن ونمط استهلاكه ومعيشته وحياته وارتباط المواطن نفسه باقتصاد بلده فيبدأ هنا يظهر وخصوصا انه بتاخد نمط الانتشار بسرعة يعني ياخد مؤشر ويبدأ يشتغل عليه بكل المؤشرات اللي تابعه يعني يبدأ يتكلم في قصة الدين الدين عندنا اصله فيه مشكلة انت عرفت منين انه فيه مشكلة حل حضرتك درسته عرفت فيه مشكلة حل تحققت انه فيه مشكلة هل قارنت وتأكدت انه فيه مشكلة ولكن لا ما حصلش هو بيروج إشعة بهدف ترويج إشعة أخر بهدف ترويج إشعة تالتة ورابعة وخمسة عشان كده من المهم جدا الرد والرد يكون يعني نفسر للناس انه المؤشر ده معناه كذا وابعاده كذا في النهاية خالص والمواجهة دي برضو بيبقى ليها معدل يعني أنا هستأذر حضرتكو فين احنا هنعرض مع بعض هنا وبرضو على الشاشة للمشاهدة هيبقى شايف بوزء من أو التلات حاجات بتوع الإنفو جراف بتوع مارجز العالم مجسد الوزراء الدهم لنا أول حاجة الموقف الحالي لجهود مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق هنا هنشوف مع بعض المعدلات وهنا هحتاج من دكتور دينا أنها برضو تشرح معنا أكتر أو تفاهمها لنا بقى أنا شايف قدامي أنه ده ترتيب السنوات تبقى لمعدل الانتشار الشائعة من 2014 ل2022 ياريتني كنت قلتولهم هاي زقف هناك قولي هاي تقف قلتولهم لا يا جماعة محلولة أنا شايف أن معدل المواجهة بدأ الأول بمعدل بسيط خالص اللي هو 1.4% وفضل يتصاعد وده طبيعي لأنه يبقى فيه learning curve طول الوقت لحد ما نوصل ل19.2% بس أنا مش هعرف أواجه كل الشائعات ولا إيه طيب إحنا نقدر نقول إنه ده معناه إن إحنا بدأنا نتعامل بشكل أفضل مع الشائعات يمكن زمان كان فيه أفكار تقول لا إحنا هنسيب الشائعات لغاية ما تموت لحد لحد ما تموت إحنا ما نتكلمش عن الشائعات لأن ده إحنا لو تكلمنا عنها تكبر بشكل أكبر والناس تعرف عنها أكتر لكن إحنا مؤخرا بدأنا نتعامل مع الشائعات بشكل منظم بشكل علمي بشكل أفضل ولذلك ظهرت هذه الإحصائيات ليه؟ لأن إحنا قررنا لا نترك الشائعات أول ما تظهر حتى وهي في بدايتها لازم نبدأ نطلع التصحيح نقول الحقائق بدل ما نتركها لغاية ما تكبر يعني في بعض الناس كانت تقول تم ننتظر لما الشائعات تنتشر ما بين عدد أكبر من الجمهور أو عدد أكبر من المواطنين أو بشكل أكبر في المجتمع وبعد كده نبدأ نتكلم عن الحقائق أو نكذبها لأ إحنا في الفترة الحالية أول ما تظهر بشكل بسيط على طول نبدأ نكذبها أو على طول نبدأ نقول الحقائق وده حصل من خلال يكون عندنا المسؤولين بشكل مباشر يكون عندي صفحات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يكون عندي المتحدث الرسمي أو المستشار الإعلامي أو يكون عندي المسؤول بشكل مباشر يظهر بصوت وصورة أو بمبس مباشر ويقول الحقائق حلو جدا طب هستأذنكم هنشوف سلايد بعدها ودي عايز أخذ فيها برضو رأي دكتور فرج تعالنا نخذ البعدها بعد إذنكم اللي هي الموقف الحالي كذا كذا زي ما كنا متفقيل جهود مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق بس احنا عندنا بقى ترتيب القطاعات نعم أهو ترتيب القطاعات طبقا لنسبة انتشار الشائعة خلال سنة 22 بالتحديد هنلاقي انه أخرى هي اللي صفر فاصل تمانية نعم بس هلاقي الاقتصاد تمانية وعشرين وتسعة من عشرة نصيب الأسد في الشائعة حتى هذه اللحظة سنة عشرين اتنين وعشرين جاي على الاقتصاد يا لي التموين قريب جدا في المجموعة ثم التعليم وظنه ده بيجي في الموسم بتاع المدارس دايما ونفول الجامعة الصحة الزراعة شاف ايه الشائعة المكسبة ها لا فيه شائعة مدقبة بالزراعة حصل مشكلة في قطاع كذا محصول كذا الى اخره بقى من حكاية الـ 28 وعشرين وتسعة من عشرة يعني اقل من التلت بسنة نعم اقتصاد عشان الاقتصاد هو معيشة الناس اه اكل الناس شرب الناس هي عيشة الناس كلها متعلقة بالاقتصاد الاقتصاد هو الحياة فاذا ضرب الاقتصاد ضرب الحياة كلها عشان كده هو بيستهدف بالنسبة اللي احنا شفناها دي ده من الاشاعات اللي ترد عليها وتعمل لها حصر النسبة دي بل انه في رأي يعني ان الاشاعة يعني بتزيد ممكن تكون اشاعة يعني خصوصا انه مع تطور التقن اللي احنا بنشوفه كتير كل واحد في ايده موبايل فالعمالية بتنتشر بشكل كبير جدا وليها اتصادة كبير جدا فمهم جدا انه يكون في رد خصوصا انه الاقتصاد متعلق بحياة الناس انجاز التعبير بحياة الناس وصحح لينا هنا غلطان ما هو قصة انا اسهل لي ان انا او بالاضق هيبقى اوقع ان انا روح عامل بقى شائعات على ايه على التموين ما هو ده بقى يعني بيصب في مصلحة واضحة مباشرة انا بعتقد انه هو مهما تكلم مساء الحاجة زي التموين ما في اخر الشهر وهو بيصرف البطاقة هيلاقي الحاجة موجودة تمام الدولة والله قالت في زيادة هيبقى في زيادة الدولات هيبقى هو بيجعل الاقتصاد لانه عمليا كل شعوب الدنيا مش بس مصر مهماش خبرة في الاقتصاد يعني لو كمان فالبسألة ممكن تبقى غائمة غير واضحة لو في عامل مهم جدا عامل مهم جدا هو الحراك الاقتصادي اللي حصل خلال فترة الرأس دي الحراك الاقتصادي التنمية اللي حصلت دي هل هي حصلت قبل كده طبعا لا حصلت بشكل كبير وقطعات كتير حصل لها تطوير بشكل بشكل جزري وبشكل قوي وبالتالي الحديث على انه التشكيك في هذه المشروعات وفي هذا التطوير اللي حصل هو بيستهدف الاقتصاد المشروعات الاقتصادية الكبيرة اللي موجودة فيه كافة القطاعات الانتاجية وكافة القطاعات الخدمية اللي جنبتنا خسار كنا ممكن نقع فيها بشكل كبير ونتعرض الى كوارث اللي لم تكن موجودة على ارض الواقع وبتشغل ناس والناس دي بتاكل وبتشرب ودخلها معدل وزاد وناس كان ممكن تبقى من غير شغل ومصانع ممكن تكون وقفة الى اخره من القطاعات اللي اشتغلت واستفادت خلال السنوات اللي فاتت اللي تزيد عن الفترة الكبيرة خلال الفترة الحالية كل ده اقتصاد وبالتالي بالتأكيد كل ما يطلع مشروع هتطلع شائع يقول لك أستشوف المشروع ده أستشوفه كذا في طريقة عمل أستشوف الطريقة عمل ازاي طب ده ما طريق ما هو الناس كلها بتاستفاد خطاع تاني وهكذا بقى وبالتالي النمو اللي حصل والكم الكبير من المشروعات وصاده الناحية التانية كم كبير من التشكيل طيب ناخد هنا بقى رأي الاعلام في الموضوع أو أساتذة الاعلام دكتور دينا الى اي مدى بتتفق مع رؤية دكتور فارك في ده انه كلما زاد النجاح او زاد الانجاز زادت كسافة وحدة وشراسة الشائع ده لان احنا السنوات الاخيرة اكتشفنا من اعداء الوطن وبقينا عارفين الجماعات الارهابية عارفين تيور الظلام هي طبعا المستفيد الاول والاخير في تقديم او نقل هذه الاشعاعات اصدارها في البداية وبعد كده نقلها ونشرها وبالتالي هي دايما تبحث عن الجانب الناجح في اي منظومة تخص مصر او تخص الوطن وتبدأ انها توجه لها السهام او تكون هو سلاح بتضرب به النجاحات الموجودة على ارض الوطن عايزة اضيف نقطة على المجالات اللي احنا عرضناها دلوقتي هتغلنا مرة تانية بعد اذنك وعرضنا في الستوديو كل هذه المجالات كل هذه المجالات في النهاية ما هي بترتبط بالعمل السياسي بترتبط بالنظام بترتبط بالدولة بترتبط بمصر لانها كلها مرتبطة بانجازات ومرتبطة بنجاحات فبالتالي كل هذه الاشياء في النهاية هي بترتبط بمجال واحد اللي هو الوطن اللي هو مصر اللي هو النظام السياسي اللي هو الدولة فبالتالي إحنا بقينا عارفين أنه هذه الأسهم أو ده سلاح حروب الجيل الرابع ده سلاح الحروب الإعلامية والحروب الدعائية اللي بتقوم بيها أو دايما بتنفذها الجماعات الإرهابية وسعيدا أن المواطن المصي في السنوات الأخيرة يعرف المصدر وأول ما يسمع أو يشوف تعليقات أو تكون سلبية وأول ما يشوف شائعات على طول بيعرف أو أصابع الاتهام على طول بتتوجه لهذه الجماعات وكثير من الدراسات والأبحاث العالمية في الفترة الأخيرة وجدت أن داعش استخدمت الإعلام الجديد والإعلام الرقمي بشكل كبير جدا جدا في نشر الدعاية وفي نشر أفكارها المسمومة وغيرها وكمان في محاربة الآخرين بأسلوب الدعاية الجديد اللي هو من خلال الإعلام الجديد والإعلام الرقمي مواقع التواصل الاجتماعي فمثلا في السنوات الأخيرة اكتشفنا أنه ممكن صفحة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك مثلا تظهر بشكل معتدل جدا وفيه تسامح وبالبالعكس ده ممكن الصفحة تكون بتقدم محتوى متحرر جدا ولاحقا بعد كده شوية بشوية نكتشف أنها ممكن تكون تابعة لجماعة من هذه الجماعات الإرهابية وتبدأ تبس سمومها ما هيبقى فيه صفحة كوت كوت الحبوب بتحط كوميكس وهزار ودحك وترياء ومقاطع أفلام وبتكلمش ولا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في دين ولا أي حاجة خاصة أو صفحة فيها ناس بتطبخ روح المطعم الفلاني ويعمل ريفيوز وبتقوا كلام وبعد شوية ليروح زائق حاجة في الثانية في الثالثة صح كده؟ نعم فاصل ونكمل الكلام طيب خلوني أرحب جدا بضيوفي الأعزاء أو ضيوفنا جميعا الأعزاء سواء إذا كنا برنامج قناة أو حتى مشاهدين دكتور دينا فاروق أبو زيل أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام بأدابة عن شمس ودكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي والحديث الحقيقة كمان في الفصل شيق إلى أبعد الحدود وممتع الحقيقة مع ضيوفي الكرام هبدأ الأول برأي الخبرة الإعلامية ليه بنشاير عمياني؟ طيب إحنا لازم الأول برضو نبقى متفقين إنه مش كل المشاهدات ومش كل اللايكات ومش كل التعليقات اللي بنشوفها بعدد كبير جدا لهذه القنوات أو هذه الميديا اللي بتأتي من الأعداء من أعداء الوطن من تيور الظلام من الجماعات الإرهابية مش كلها حقيقية بعض منها طبعا لجان إلكترونية بعض منها مدفوعة الأجر بعض منها شغل من الدعاية اللي بيقدموها عشان يبينوا قد إيه هما ليهم جمهور وليهم جماهرية وليهم متابعين فجزء منها مش ممكن نصدقه الجزء الآخر أحيانا بيكون من الفضول إنه هو بيتابع هذا المحتوى وهذا المضمون ولكن لا يقتنع به هي المشكلة عندي في المجموعة اللي ممكن تتابع هذه الأشياء وتسد هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب اللي بيروجوها اللي إحنا برضو لازم نؤكد إنهما مش عددهم كبير عددهم قليل ولكن إحنا حتى هذا العدد القليل لازم نواجهه بكل الطرق بكل الأشكال ولازم نواجهه بالطرق اللي هما بيقوموا بيها يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على أشكال جديدة من تقديم الإشاعات ما بقيتش فقط المحتوى النصي اللي إحنا معتدين عليه مش بس الكلمات من خلال الدردشات بين الناس لقيت بقيت فيه أشكال أخرى للإشاعات مثلا الصورة المركبة دي في حد ذاتها شائعة لأنها مش حقيقية الفيديوهات المركبة واللي فيها تلاعب تلاعب صوتي تلاعب في الصور فيها كومبيوتر جرافيكس حتى الستانداب كوميدي اللي بيقدم المعلومة أو ممكن يقدم الترفيه ويقدم السخرية والفكاهة فيجذب المشاهد هو أيضا بيقدم جواه الشائعات الأشكال الجديدة للكاريكاتور اللي هي بقت أقرب للإلكترونية اللي بيطلق عليها الميمز اللي بيطلق عليها الكوميكس حتى هذه الأشكال بقت بتقدمني أيضا الإشاعات فبالتالي لازم أنا أواجه كل هذه الأشياء بطرق مختلفة منها الثقافة الإعلامية منها التربية الإعلامية اللي ممكن نتكلم عنها بشكل مفصل لاحقا ولكن في نفس الوقت إحنا في الوقت الحالي بنقدر نواجه كل هذه الأشياء بالشكل الرسمي اللي ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات المؤسسات الحكومية الوزارات مجلس الوزراء بقينا دايما بنتابع أيضا مجموعة من البرامج اللي بتظهر وبتركز على يعني تقديم الحقائق ونفي الإشاعات حتى كمان على الرول على الشاشة بقينا نشوف نفي لكثير من الأخبار ولسه كنت بتابع طبعا الشاشة عند حضرتك أكتر من مؤسسة وأكتر من جهة وأكتر من وزارة بتعاون مزهل كمان مع المركز الإعلامي يعني إيه الناس بصراحة زي ما تدون الحكاية دي تفصيل بيتدون الحاجات اللي مش تفصيل يوم بيوم تقدمها وتكرارها على الشاشة ده في حد زيته بيوصل المعلومة وبيأكدها وبيجعل المتابع أو بيجعل الجمهور يغطق فيه مصدقية القنوات اللي بيتابعها لأن هي دي قنوات اللي بياخد منها المعلومة الحقيقية حلو جدا طبعا هنا هرجع لدكتور فرج على المسألة زي ما كنت بقول كده اقتصاد سلوكي أمور تؤثر على سلوكي اقتصاديا حتى في إطار أنه أنا فرد أو أسرة ما هو اللي أنا بقرأة على الفيسبوك ده وبروح مشياره باعتبار أن أنا كده ما أنا خلينا بقى واضح الناس عاب بتعمل ده باعتباره أنه هو لازم أسبق لأن أنا العالم ببواطن الأمور عشان بعد كده بقعد على القهوة أو في النادي أو على النسية شفت أنا عرفت إزاي أنا كان عندي معلومة ده مش عارف إيه ويعود يزيت يعني حلوة يزيت دي بالمولد من المصطلحات اللي عجبت في الدنيا يعني معناها جديد مش جديد أوه بس مش ده موضوعنا برنا ده بيأثر على الاقتصاد إلى أي حد أحاديث المقاهي أحاديث غرف الدردشة أحاديث النصية أحاديث النادي وأنا مش فاهم خلينا نتناول شائعة صغيرة كده دي كانت قد يعني قدامي كده وكنت بكلم مع أحد الإعلاميين قلت له هيحصل كذا من المعلوم والمعروف ابتصاديا أنه الحديث عن التدخم بشكل مبالغ فيه هو مسير للجدل يعجل منه ويرفع من مقدار التدخم يعني بيخليه بواتيرة أسرع و بقيمة أعلى أو رقم قياسي أعلى فاللي بيحصل مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية و الإعلام المعادي بدأ أنه يطلع على الشاشة و يتكلم و يقول أصلا يحصل هلع في الأسواق و أنه الناس مش هتلاقي يتهاكل و الناس و الناس و كلام منت اللي بيحصل أنه بعض اضعاف النفوس من أصحاب المحلات أنه يبدأ أنه لو في إمكانه أنه هو فقط الزيادة اللي جايه له من الزيادة الحقيقية فقط في التكلفة يبدأ أنه الناس كلها بتتكلم على الزيادة الناس عارفة أنه كده كده هتحصل زيادة يا الله هنا بقى ييجي بقى دور ناحية الثانية المطلق لو المطلقة على دراية كاملة و على دراية جيدة جدا هيعزوا فعلا مش أخد أنت بلغت في سعرها هو سعرها زيادة أنا عارف أنه زادة 2 جنيه 5 جنيه أخدها ليه تزودها لها 10 جنيه فييجي هنا بقى دور السلوك لو السلوك المجتمعي اقتصاديا بقى عنده الوعي الكافي من خلال المنصات الوطنية أنها توضح الأمور بشكل كامل زي ما بيحصل عند حضرتك في البرنامج يبدأ يعني المواطن أنه آه فعلا أنا مؤمن أنه فيه زيادة ولكن مش هي الزيادة دي إذن في حاجة غلط أتجه للقنوات الرسمية أن أنا أقول أن التاجر ده فيه عنده مشكلة أن البيع ده عنده مشكلة أنا عن نفس تعرضت للموقف سألته بكام يا سيدي أو مش عارف أنه بتاع اقتصاد وعارف أنه دي ممكن تزيد 2 جنيه ما أنا اللي أشتري حكت البيت وبدفع قال لي بـ 28 تقول ده بخلاص مش عايزة علتو مش عايزة قال لك بس تعالى بس أنا حضرتك خدت حاجة تاني من حال قال لي بس على فكرة يعني حضرتك زبنة يعني بـ 23 5 جنيه مرة واحدة يعني 5 جنيه لو نسبناها لـ 30 جنيه عدا أقصى رقم نسبته كبيرة قال لي بس على فكرة دي في سوق الجملة أنت جايبها بـ 15 قال لي باشا إحنا بنكل عيش يعني إحنا أنت هتجي تقولي في المحل بـ 20 جنيه أنا عملتها في المنجا كانت مانجا والله بجد عويسي جملتها 17 كانت كيد فأقول له قال لي خلاص باش شوف اللي انت عايزوه خده اللي انتا قلت له لا مش لي لكل الناس اللي موجودين هنا ووعدك أنهم هياخدوا كل المنجا دي في نص ساعة إيه رأيك؟ إيه رأيك في الدينة؟ قال لي والله لو خدوه كله هتاخدوا المنجا ببلاش قلت له أنا يا جماعة الرجل ده نزل عرض على المنجا بقت بكذا قلت له على فكرة أنت هتبعهم كلهم هتكسب يعني أنت فتح كل ده عشان تكسب صح؟ قال لي يا قلت له أنا هكسبك دلوقتي فباعي الكمية اللي عنده قال لي تصدق قلت له على فكرة أنت بتعمل كده عشان قلت الناس كذا صح ولا غلط قال لي والله بص يعني أنا شفت كذا وشفت كذا حتى بص شف بيقوله كذا فأنا خفت فاهمت مزود الأسعار قلت له فهو هنا بقى ييجي سلوك فأنا بتاقف واحد بلدينا يعني ببيع المنجا فقال لي مش عاقف إيه واربعين ومش واربعين وحاجات ذكت قلت له بقولك أنت بتجيب المنجا دي منين قال لي من سوق الجملة ده وقف عليه قلت له سوق الجملة على 17 بكذا فسكت كده قلت له سوق الجملة على 17 تعالى دلوقتي وأخذك ونتنسك نجن بسوق الجملة بقى نعم 6 أكتوبر قلت له تعالى دلوقتي ونروح قال لي أنت عايزها بكام هو هنا بقى يجي دور نعم قال لي بقى لاش اشتغال قال لي أنا لابس بدلة ومزيع وبتاع دياتك قال لي أحمد أنا موظف بس هنا الحقيقة وده برضو جزء مهم جدا أنه على سبيل المثال إحنا هنا مثلا في الشركة المتحدة بقى عملنا تبني واضح معلن لمواجهة الشائعة أينما وجدت وبكافة الطرق يعني عاملين حرب ضروس ده بجد ده مهم جدا وبالمناسبة بتشاب جدا لما هو رد علي وقال لي أستو بص قلت له طب ببساط بالمناسبة أنا بتاعك تساط يعني أقدر أقول لك الشغلية هتزيد بنسبة كذا وانت كسبان بص بقى قد الشائعة اللي انت قلت عليها دي قال لي ده الموقع ده إيه ده قلت له ده برنامج تابع مجلس الوزراء بيقول لك كل كذا كذا كل حاجة ده قال لا يعني أنا ممكن أتابع الأسعار كلها عشان ما يتضحكش عليا قلت له ده ده مش ممكن ده أنت لازم تتابع كل جديد وتبقى عارف مش ممكن اللي انت رايح تشتري منه عشان انت مستعجل وعايز تجيب بالطلبية بتاع المحل وتروح لأول واحد يرفع عليك السعر زي ما انت كنت ترفع علي قال لي لا والله ده بجد فعلا تقول لابد ان احنا يكون فيه وقفة ومن خلال المنبر الإعلامي القوي اللي موجود في البلد انه زي ما هو فيه تشكيك في كافة الجهود اللي تمت على أرض الواقع وما فيش حد يقدر ينكرها كلنا يعني اما شفناها استخدمناها سواء كانت مؤسسات او تطوير في بناء تحتية او غيره من التطوير اللي حصل يمكن ما حصلش من عشرات السنوات وكان مؤجد ده فيه نقطة مهمة جدا قبل ما نروح لدكتور دينا مسألة المشروعات القومية والمشروعات الكبرى انت كمواطن برضو عشان تبقى فيهم وانا ظن نتفق على ده ولو نختلف برضو قوله يعني حق الاختلاف دايما مكفول انه احنا بنتكلم على خلق فرص عمل فانا خلقت فرص عمل تيجي فرص العمل دي تساوي ان فيه رواتب في ادين الناس رواتب في ادين الناس ومهياته ومهياته مش عالف يعني دخلي يعني اروح اشتري يعني حركة في السوق فتحت اي ظرف ان الظروف ما تخليش مخك ياخدك على انه احنا بقى نقلل يا جماعة المشروعات القومية دي شوية انا كده هقطعيش ناس لازم بفهمين ده انا كده هقطعيش ناس عايز ارجع بسرعة بقى الدكتور دي عشان هيبقى يعني وازنه الوقت تجري حاضر والله هسأل السؤال ونروح فصل وبعدين بعد الفصل نكمل وعد طيب الموقف الحالي لجول ترتيب الشهور ده اللي انا هتكلم فيه بعد اذن حضرتك بعد الفصل الشهور فيه شهور بتبقى موسم وفيه شهور الدنيا بتنام حبة مش بتنتهي يعني مثلا زي يوليو تلاقيه بقى ايه ده بتاع الانتقال بتاع الموازنة بتاعت اللي فات على الموازنة العام المالي الجديد والعام المالي القديم بتبقى هادية شوية لكن الاقي انه مارس دايما ايه ده غريب حرب ليه انا مش فاهم عشان الحرب ممكن السنة دي وارد طيب هروح للفصل ونرجع نكمل الكلام طيب كل الترحيب بدكتور دينا فاروق ابو زيد استاذ الاعلام ورئيس قسم الاعلام بأداب عين شمس ودكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي ارجع هنا بقى الدكتور دينا على الشهور والمواسم الاقي انه اعلى شهر اعلى سبيل المثال السنة دي مارس على رأي دكتور فرج قال لي كان ايدوب لسه بدقينا الحرب جديد ليه دايما في مواسم يعني بالشهور الاقي انه في شهور الشائعة فيها بتزيد جدا شهور الشائعة تنخفض جدا احنا ممكن برضو نربطها ببعض الاحداث اللي بتحصل يحصل انجازات كبيرة افتتاحات لكثير من المشروعات المهمة انجازات مهمة نجاحات بتحققها الوطن في علاقات خارجية مع الدول علاقات دبلوماسية ايضا فيه نجاحات داخل ارض الوطن فبالتالي بتبدأ الاشعاد بتبدأ الجماعات الارهابية بتبدأ تور الظلام تشعر باخفاقات بالنسبة لها بتصعر بالفشل ده بيهددها بشكل كبير جدا فتبدأ تزيد هذه الماضية احيانا بقى بتحصل بعض الاحداث اللي في المجتمع المصري اللي ممكن يبقى فيها غموض لبعض الفعليات او يكون عندنا نقص في المعلومات في بعض المواقف دي جزئية فاحيانا تظهر الشائعات علشان فيه حالة من القلق فيه حالة من التخوف فيه حالة من نقص او ندرة المعلومات في موضوع معين فتظهر هذه الشائعات احيانا فيه مواسم تانية بيحصل ضغط مجتمعي من بعض افراد المجتمع او بعض فئات المجتمع فيحاول انهم يطلعوا الشائعات عشان بيبقى فيه خوف من موقف ما ودايبا بنشوفه في مرحلة السنوية العامة او في مرحلة الامتحانات فيبدأ يطلع شائعات اللي مددئي انه هو الامتحان بتاعه هيكون تابلت فيبدأ يطلع شائعات اللي مددئي انه امتحانه هيبقى اونلاين فيبدأ يطلع شائعات على نظام مثلا الالكتروني او النظام اللي بيتقل بي على الانترنت او ستة تلغت فجأة كده يا سلام دون مقدمات فبيعتقدوا ان هذه الطرق ممكن تبقى بشكل او بها اخر ضغط مجتمعي على الوزارات او على المسئولين عشان يقدروا يغيروا بعض القرارات فدي ممكن اختلاف المواسم المرتبطة بزهور الشائعات بشكل كبير او بشكل قليل لكن عايز اضيف نقطة حديث كنت تكلمت عنها على الشخص اللي بيكون قاعد في القهوة مع اصحابه بالليل وعايز يبين انه عنده معلومات فيبدأ ينقل هذه الاشاعات على انها حقاق ده بيحصل في القهوة بشكل مباشر بالاشكال القديمة اللي احنا قلنا عنها اللي بتنقل بيها اللي بننقل بيها الاشاعات والاخبار الكاذبة ولكن في الوقت الحالي احنا ما بقناش حتى محتاجين الشخص يقعد على القهوة علشان ينقلها ده ممكن في ثانية عن طريق التليفون المحمول بالتطبيقات المختلفة ينقل الشائعات ممكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي احيانا حتى بالتعليق اللي انا بكتبه على خبر هو في حد ذاته ممكن بنشر فيه الشائعة فبالتالي الشائعات دلوقتي بقت مش محتاجة ان احنا بس نلتقي واجهة وحنا عاديين في البيت الواحد قاعد مرتاح على الكرسي والعسرية بيقدرين انقل الشائعات بشكل مباشر وبالتالي ده بيخلينا ان احنا نروح لنقطة مهمة الدولة بتقوم بدورها والوزارات ايما بدورها وده شفناه بشكل كبير وبنشوفه في الاعلام المصي في الفترة الاخيرة لكن احنا عايزين كمان يبقى فيه جزء مرتبط بالمواطن اللي بيستخدم هذه المواقع او بيتعرض لهذه الاشعاعات هذا المتلقي لهذه الاشعاعات المفروض يقوم بايه هنجد ان هو دلوقتي المتلقي او المواطن بقى قائم بالاتصال يعني بقى بيقدم محتوى ومضمون زي الاعلامي بالزبط فبقوا يشارك فيه نقل المعلومة وكتابتها فاحيانا بيكون هو المشارك فيه نقل الاشعاعات وده له اعلام المواطن اعلام المواطن وصحافة المواطن فبالتالي احنا محتاجين لثقافة اعلامية محتاجين لتربية اعلامية تبدأ في المدارس في الجامعات الدور اللي حضرتك بتقوم به النهاردة ده ايضا دور مهم مرتبط بالثقافة الاعلامية ان احنا بنواعي المواطن ازاي يتعامل مع الاشعاعات ازاي يتأكد من مصدقيتها ازاي يرجع لمصدر موثوق فيه يمكن لو احنا قدرنا ننشر هذا الوعي بين الجمهور وبين المواطنين يبقى هنتجنب الكثير من السلبيات اللي ممكن نجدها في هذه الشائعات يا رب ويمكن زي ما كنت حتى بقول دكتور فرج احنا في المتحدة واخدين قرار شن الحرب الضروس على الشائعات والاكاذيب فاحنا ماشيين في سكتنا بإذن الله فيش حاجة هتوقفنا بقبل ربنا عايز اشكر حضراتكم جدا وهنزعجكم كتير بلقاءاتهم وبتليفونات سعدنا يا فنم توضيع حقيقي بجد يعني مبسوطين كلنا انا سامع زمالي كله مبسوط جدا بوجود حضراتكم معنا في البرنامج وفي هذه الفقرة فهتتكرر كتير فهنزعجكم عن صهاركم معنا اكتر مما يجب واكتر مما تتحملون كأسادزة ودكاترة وخبراء كبار اشكركم جدا شكرا ان دكتور دينا كل الشكر لدكتور دينا فاروق ابو زيد استاذ الاعلام ورئيس قسم الاعلام باق كلية الاداب بجامعة عين شمس كل الشكر لدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي البارز شكرا جدا لحضراتكم على حسن المشاهدة المسألة علم مش هبد خلصة الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر نتقامل بكرا ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة